بركل المياه وأكوام من القمامة تتصدر المشهد في الشارع الرئيسي لحي الانتصار بالجانب الأيسر من الموصل والمشهد في الشوارع الفرعية ليس بأفضل منه سنوات من الإهمال لهذه المنطقة السكنية أما الوعود لسكانها بالإعمار وتقديم الخدمات قد تراكمت مثل تراكم أكوام النفايات هذه ولا حلول في الأفق والله يا أخوة نعاني من هاي السواجي النفايات الشوارع شعر 30 ستبزت لوف شعر 30 مكسر فردنا وبما يتمشي فيه لا سيارة لا شيء الاسيان إلهن للرقبة لازم بتجزن وتعبر الله وكيد والله حالتنا يرتلها بشتن نعم بصيف وبشتن بصيف أطراب وبشتن واحد حال بائس يعيشه أبناء هذه المنطقة منذ سنوات عدة وظروف الحال الصعبة تجبرهم على العيش هنا وتحمل عدام الخدمات وتراكم النفايات ومع كل شتاء يمر عليهم تزداد مرارة هذا الواقع والمطر تشوفه ما شاء الله مرات تجيب لك بلمي الله تعبر على بيتك دتيج والله الأفرع ما كلها مجاري ولا أبد ولا أصنع ودائما الدولة يعني حثيثة على عملها دائما شون بالبرد بالمطر يعني أوضاع ما تدري يعني ش تسولف عنها عشرات الأحياء في الموصل حالها مثل حال حي الانتصار وعدستنا احتارت أي مشهد تلتقط أما الحكومة المحلية فقد وعدت بتقديم الخدمات في الحملة القادمة تلكيز على بعض الأحياء التي تعتبر يعني لم تخدم بما يكفي في الحكومات السابقة ومنها أحياء مثلا الانتصار القدس الكرامة حي الشيماء وكل أحياء المستحدثة حديدا يعني المبلغ القادم سوف يساهم في عملية رفع مستوى الخدمات داخل هذه الأحياء وخوصا الاحياء التي أستطيع القول بأنها كانت مهمة شافية بخص موضوع الخدمات ما بين واقع الحال ووعود الجهات المعنية يبقى الحال على حاله وعلى المواطن أن يصبر بضع شهور أو سنين إن كان الوعد كسابقه من الوعود من الموصل محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر